تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم بطل إفريقيا وأمام عشرات الألاف من الجماهير الجزارية بملعب 5 جوليا الأولمبي من تحقيق فوز معنوي في الامتحان الودية التحضيري والاحتفالي الذي خاضه أجبال المدرب جمال بالماضي أمام منتخب البنين وفاز الخضر بهدف دون مقابل من توقع المهاجم إسلام سليماني الذي دخل بديلا وهذا عن طريق ركلة جزاف الدقيقة الحادية والسبعين لتبقى النقطة السلبية أرضية ميدان ملعب 5 جوليا الأولمبي التي كانت في وضعية كارثية تجربية السلبية جسدي لسيطة مجانع ديالجية كان لقموضع مجانع وقصوصوات رجل معنا من المشاركة في المحاولة محاولة المساركة في المحاولة وخطة مشاركة مجانع سيطرة مجانع وقموضع معنا في المحاولة على قم نجزل في رجل الانجرية كما كانت الفرصة بعد نهاية اللقاء للعناصر الوطنية والطاقم الفني والإداري للمنتخب للاحتفال مع الجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة بملعب خمسة جويل وهذا من خلال دورة شرفية قام بها اللاعبون حيث تفاعلوا مع الجماهير بحضور الكأسة الإفريقية الغالية ترجمة نانسي قنقر